موسيقى أصد الله صباحكم بكل خير هذه نشرة أخبار السابعة نبدأها بأبرز العناوين أربعة شهداء في اعتداء الاحتلال على المسيرات السلمية في قطاع غزة موسيقى مسلسل طويل من العنصرية تجسدها تصريحات وحقامات تل أبيت موسيقى في اليوم العالمي لحريتهم الاحتلال ما زال يمارس أقصى الانتهاكات بحق السحقيين موسيقى إلى تفاصيل هذه النشرة أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عشرات آخرين بجراح مختلفة بينهم عشرة أطفال في قصف صاروخي لموقع واستهداف للمشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة هذا وأعلنت الصحة فجر اليوم عن استشهاد الشاب رمزي روحي حسن عبدو 31 عاما متأثرا بجراحيه التي أصيب بها في الرأس وكانت الوزارة قد أعلنت يوم أمس عن استشهاد الشاب رائد خليل أبو طير 19 عاما جراء إصابته برصاصة في البطن خلال مشاركته بمسيرة سلمية على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع وكذلك السشهد المواطنين عبدالله إبراهيم محمود أبو ملوح 33 عاما من مخيم النصيرات وعلى علي حسن البويلي 29 عاما من مخيم المغازي وسط القطاع وأصيب آخرون بجراح مختلفة في قصف من قبل طائرة حربية إسرائيلية لموقع على مدخل مخيم المغازي ونقلوا جميعا إلى مشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع شارك رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيا إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من رؤساء وقادة العالم في افتتاح مسجد تشاميلجا بالشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول الذي يعد المسجد الأكبر في تركيا كما والتقى رئيس الوزراء بالرئيس التركي وسلمه رسالة من السيد الرئيس محمود عباس تناولت آخر المستجدات السياسية من بوابة مشاركة في افتتاح جامعة تشاميلجا الأكبر بتركيا بدأ رئيس الوزراء محمد اشتيا زيارته القصيرة إلى تركيا حاملا بجعبته ملفات سياسية لمناقشتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك رسالة من الرئيس أبو مازن حول المسجدات في الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي الأمريكي وهذه الرسالة محتواها أننا نريد للموقف التركي أن يكون كما كان عليه الحال في الماضي داعما ومؤيدا للقضايا الفلسطينية نحن مقدمين على ظروف سياسية معقدة بعض الشيء وهناك أمامنا جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني وللمجلس الوطني الفلسطيني الذي سيكون بمراجعة مختلف القضايا والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى المسار السياسي المتوقع لإعلان عنه من قبل الإدارة الأمريكية وكذلك جانب الاقتصادية لم يغب عن جدول الزيارة حيث تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمنطقة جنين الصناعية بالإضافة للتحويلات الطبية إلى المشافي التركية مشاركة دولة رئيس الوزراء دكتور محمد الشتي في افتتاح أكبر مسجد في تركيا هو تعبير عن العلاقة الخاصة التي تربط ما بين تركيا وفلسطين لرمزية هذه العلاقة جرى توجيه الدعوة لدولته ولفخامة الرئيس محمود عباس وكان اشتياء اكد في كلمته أمام الحجد الذي حضر افتتاح مسجد تشاملجا على الروابط التاريخية والسياسية والحضارية بين تركيا وفلسطين زيارة رئيس الوزراء محمد اشتيال تركيا حملت في طياتها رصالة واضحة مفادها أن تركيا وفلسطين تجمعهما علاقات متينة على جميع الأصعدة مع التأكيد على رابط الإخوة الأبدي عاصم جرادات تلفزيون فلسطين اسطنبول قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الدكتور سعب عريقات أن اطلاق صفة الصفقة بدلا من المعاهدة يدل بوضوح على نية الإملاءات وليس الاتفاق عبر المفاوضات واضف عريقات خلال لقائه وفدا أمريكيا رفيع المستوى من أدة ولايات أن صفقة قد تعني موافقة طرف على بيع ممتلكاته نتيجة إفلاس أي أنها تحمل في طياتها الطرفا رابحا وآخر خاسرا وهو صلاح يستخدم في عالم العقارات والعاب الترفيهة الفيزيونية وهو شدد عريقات على أن جميع قرارات الإدارة الأمريكية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان وغيرها من القرارات تعتبر باطلة ولاغية ومخالفات فاضحة للقانون الدولي وشرعية الدولية ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما أكد الرئيس الإيرلندي مايكل هيجنز أن حل الدولتين هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ووجه الرئيس الإيرلندي خلال زيارته بيت فلسطين في العاصمة الإيرلندية دبلين تحياته وتقديره لسيد الرئيس محمود عباس مشيدا بجهوده الحثيثة لدعم السلام والأمن في المنطقة في شأن آخر بثت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تسريبات من دروس دينية ألقاها حخام كبير اعتبر فيها أن العرب سعداء بالعبودية اليهود والعيش تحت ظل الاحتلال تقرير سري بركات محاضرة لبث السموم والتحريض العنصري ضد الفلسطينيين والعرب قدمها الحخام والعزير كيتشائيل في مدرسة دينية عسكرية تدعى ابن ديفيد في مستوطنة علي المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس الحخام تابع حديثه بالقول إن اليهود يملكون الحق في قتل العرب كونهم يمثلون مصدر تهديد لهم على حد تعبيره السادة هم اليهود والعبيد هم العرب والأفضل بالنسبة لهم أن يكونوا عبيدا لليهود هناك شعوب في محيطنا لديها خلل وراثي فالعربي يحب أن يكون تحت الاحتلال فهم لا يستطيعون إدارة الدول وغير قادرين على فعل أي شيء نحن نؤمن بنظرية التفوق العرقي المدرسة التي ألقى فيها الحخام كيتشائيل محاضرته تشكل البنية التحتية الثقافية والتربوية لتيار صهيونية الدينية الذي يمثله رافي بيريتس المرشح لتولي منصب وزير التعليم في حكومة نيتانياه المرتقبة وعوفر فنتور وهو السكرتير العسكري لنتانياه الذي أشرف على تنفيذ مجزرة رفح في آخر أيام عدوان عام 2014 حيث كان آنذاك قائداً للواء جذعاتي في جيش الاحتلال ويأتي الكشف عن هذه التسريبات بعد أيام من الكشف عن تصريحات لحخام كبير آخر قال فيها إن حريق كاتدرائية نوتردام عقاب إلهي للمسيحيين وأفتفيها بأن حريق الكنائس في إسرائيل فريضة دينية هذا ولا تشكل تصريحات الحخام سابقة في محفل عنصرية الإسرائيلي والذي يعج بكثير من الأصوات المتماهية مع هذا الخطاب والمؤسسة الدعية لعملية تطهير عرقي متى أتيحت لها الظروف المزيد في صياق تقرير ندين الشعر اذهب وقل لهم إنك وجدت شخصاً ذو شعر أحمر أخبرهم أنني أعتقد أنه يجب وضع غير اليهود جميعاً في غرف الغاز مثل هذا الصوت لا يبدو شاذاً عن منظومة التطرف في إسرائيل بقدري ما هو خزان أفكار بدأ يغذي السياسة الإسرائيلية لخدمة اليهود غير اليهود الذين ترهم في العالم المليارات موجودون فقط لصالح اليهود فهذه التعبئة للتطرف الديني واليميني أصبحت جذور عنصرية عميقة جداً في أحشاء المجتمع الإسرائيلي علي القول أن هناك معتقد في اليهودية أن اليهود أظهر من غيره أما دلالة ضمنت نياهو حزبا قوة يهودية التابع للحاخام المقتول مئر كهانا لإتلافه اليميني فتشير لتعزز القوة المتطرفة وتفشيها في الشارع الإسرائيلي إذا كان لديك زر يجعل جميع الفلسطينيين يغتفون هل تضغطه؟ نعم أضغطه هو الحل الأسهل لا يوجد لديك مشكلة بقتلهم جميعاً؟ لا دراسة إسرائيلية أجريت عام 2002 أظهرت وجوداً نسب تأييد كبيرة لأفكار تهجير إبادة وقتل الفلسطينيين بين مؤيد جميع الأحزاب السياسية في الكنيسة وخلال الانتخابات الماضية كانت الفاشية وقتل الفلسطينيين عنوين حملات المرشحين لحشد الصوت الإسرائيلي ندين الشاعر تلفزيون فلسطين وبالعودة للشان الميداني حيث أصيب سبعة مواطنين برصاص المعدني وآخرون بالاختناق جراء اتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية المزيد في تقرير أنهل الجدع ما إن انطلقت مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي شارك فيها المئات من أبناء القرية ونشطاء المقاومة الشعبية من محافظات مختلفة ومتضامنون أجانب حتى بدأ جنود الاحتلال إطلاق الأعيرة المعدنية تجاههم اعتداء ليس بالجديد على هذه المسيرة التي لم تستطع اليوم إكمال مشوارها نحو الشارع الرئيس الذي يغلقه الاحتلال منذ سنوات لصالح مستوطنة قدوميما المقامة على أراضي المواطنين جئنا من أكثر من محافظة لنشارك مشوطاء المقاومة الشعبية جاء المقاومة الشعبية في كفر قدوم جئنا لنصر رسالة للمحتل الإسرائيلي أن شعبنا سيواصل نضاله واكفه حتى تحقيق كامل أهدافه سبع إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثنتان منها بالرأس هي حصيلة هذا الهجوم الذي شنه جنود الاحتلال المدججين بالسلاح على من خرج مطالبا بحقه أعزلا إلا من إرادته الصلبة التي يتخذها سلاحا في وجه هذا الاحتلال وتستمر حكاية المقاومة في كفر قدوم حكاية بدأت منذ سنوات طويلة ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف هذه المسيرة التي خرجت لأجلها وأولها فتح طريق القرية المغلقة من قرية كفر قدوم شرق قلقيل يا أحمد شاور تلفزيون فلسطين أعطب مستوطنون إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية في بلدة حوارة جنوب نابلس المزيد في تقرير نهروج مهور عادت جرائم المستوطنين لتتصدر المشهد في بلدة حوارة جنوب نابلس التي تتناوب مع غيرها من البلدات والمدن على كأس الإرهاب والعنف الموجه من عصابات مستوطنين يتسللون خلصة تحت جنح الظلام ويفرون مع خيوط الفجر تاركين هذه الشعارات خلفهم التي تتوعد المواطنين بالمزيد من الجرائم وهاي مش أول مرة خصوصا للمنطقة الموجودة عندنا اللي هي منطقة كانتري حوارة هاي المنطقة إحنا كبلدية عملنا فيها الشوارع وفي شخص على نفقة الخاصة أنار جزء منها إحنا هاي المنطقة دائما موجهة للاعتداءات وبكثرة وخصوصا للمنطقة هذه هو المشهد ذاته يتكرر في كل جنبات الوطن جيش الاحتلالي يحضر بعد كل جريمة ليعين آثارها ويخل الساحة دون أن يعتقل أو يحقق مع أي من مستوطنيه وكأنهم جنود مجهولون علما أنهم يعششون على بعد أمطار في المستوطنة المسمات يتسهار وهي المصنفة كأشد أوكار المستوطنين تطرفا وعنصرية بفعل سجلها الطويل في الاعتداء على المواطنين وليس آخرها حادثة قتل الشهيد عائشة الرابي في الرابع عشر من أكتوبر من العام المنصرم بالأياد الآثمة الساكينة ذلك الوكر إضافة إلى سلسلة اعتداءات خلفت عشرات الشهداء والجرحى هذا عمل إجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني عمو متلكات الشعب الفلسطيني على سياراته على متنزح حتى المقابر لم تسلم من اعتداءات مجموعات كطعان المستوطنين هذا يثير غضب لأبناء الشعب الفلسطيني وبالتأكيد المواجهة قادمة لا محالة لأن اعتداءات المستوطنين كل يوم تزداد وبحماية جيش تحتل الإسرائيلي بالأمس عريف وصبحت هذا اليوم حوارة ولا نعلم متى ستتوقف هذه الاعتداءات إذن هي جريمة منظمة متكاملة الأركان تحت مسمع وبصر حكومة تل أبيب التي تقود حربها المفتوحة على شعبنا عبر جيشها ومستوطنيها الذين يشكلون رأس الحربة في مسلسل الإرهاب نهر جمهور تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة أقام المواطنون صلاة الجمعة في حي وديا صول ببلدة سلوان احتجاجا على سياسة الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال لصالح إقامة متنزهات وحضائق المستوطنين على أنقاض وجود أهل الحية المهدد بأكمله بعمليات للهدم تقرير كريستين ريناوي مدهمة طواقم وأليات بلدية الاحتلال حية وديا صول من بلدة سلوان مرتين خلال أياما هدمت فيهما شقتين ومنشآت تجارية ومزرعة خيول وضع الحية على صفيح ساخننا لسيما وأنه مهدد بالهدم بأكمله لصالح إقامة حضائق ومتنزهات للمستوطنين لذلك دعا الأهالي إلى إقامة خطبة وصلاة الجمعة في قلب حيهم المهدد تأثرنا على أنفسنا أن تكون الصلاة موجودة في الحي مع العلم أنه قبلنا الأولى وتوجهنا المسجد الأقصى ولكن نوع من أنواع الاحتجاج وإصال رأينا وصوتنا للكل أنه إحنا صلاة في شوارعنا وفي بيوتنا لن نهجرها ولن نتركها خلال الأسبوع الأخيرة قاموا بهدم منشآتين بيوت سكنية هجروا ضربوا كسروا إقامة الصلاة في الأراضي والأحياء المهددة وسيلة يستغلها الفلسطينيون لرفع الصوت عاليا في وجه ظلم الاحتلال وجبروتها الذي طال الحجر والشجر والبشر فالمواطنون لم يبرحوا حيهم وأقاموا الصلاة فيه رفضا لسياسة هدم المنازل المتبعة في مختلف أحياء وبلدات وقرى القدس إذ هدمت بلدية الاحتلال نحو خمسين منشأة سكنية وتجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وتهدد بهدم عشرين ألف منزل آخر للحجة ذاتها عدم الترخيص ثبات المقدسيين دائما سوف يكون في المقدمة وهذا الثبات وبحاجة إلى أيضا مقاومات لهذا الصمود الهجمة الإسرائيلية هي طبعا نتيجة الغطاء الأمريكي الظالم الذي لا يملكون الحق بإعطاءه للإسرائيليين في القدس ولكن البوصلة الفلسطينية نحو القدس هي واضحة واضحة المعالم يدرك المقدسيون أن هدم منازلهم لا يتم تطبيقا للقانون فالاحتلال لا يمنحهم في الأصل رخصا تتيح لهم التجذر والبقاء في أرضهم المحتلة من حيوا دياسولة كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين القدس المحتلة في اليوم العالمي لحرية الصحافة ما يزال صحفيون الفلسطينيون يتعرضون لاعتداءات صارخة من قبل قوات الاحتلال وممارساته العدوانية المزيد من التفاصيل وتقرير أسيد اسمه يوافق اليوم الثالث من أيار من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة ولا يزال الصحفيون الفلسطينيون يتعرضون لاعتداءة صارخة وضربات موجعة للحريات الإعلامية في الأراضي المحتلة حيث بدى واضحا أن الجيش الإسرائيلي ينتهج سياسة التصيد وذلك باستخدامه قوة تصل حد الجرائم بحق الصحفيين خصوصا في عمليات الاستداف بشكل مباشر للتواقم الصحفية التي بلغت حصيلتها العام الماضي وحده 455 اعتداء الإحصائيات الأخيرة أفادت بارتفاع حجم التحديات التي يواجهها الصحفي في الميدان خلال تأديته رسالته وكل ذلك بالتزامن مع العديد من المواثيك والاتفاقيات الدولية التي حمت الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي التي لم تدخل قواميسا لاحتلال بعد ولا يعمل بأي من وصاياها فبعد 26 عاما على إقرار الأمم المتحدة اليوم العالمية لحرية الصحافة تظهر أوضاع حرية الإعلام داخل الأراضي الفلسطينية في أسوأ حالاتها مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما وأن هناك عددا من الصحفيين قد استشهدوا برصاص الاحتلال وعشرات الإصابات خلال تقطية المواجهات شرقي كطاع غزة وسط مطالبات من الأطر الصحفية والطيارات النقابية بضرورة تكثيف عقد دورات وندوات حول السلامة والحماية وإجبار الاحتلال على الالتزام بالعراف والمواثق الدولية التي جعلت من الصحافة سلطة الرابعة يمنع المس بها وبأوضاعها وسيد صبيح تلفزيون فلسطين في سياق تعزيز مقاومات صمود شعبنا قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية قرابة عشرة ألاف سلة رمضانية للمخيمات من خلال وكالة الأنروا وبالتنصيق مع سفارة فلسطين في بيروت المزيد وتقرير زين عبد الصمود بالأمس المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تدعم وكالة الأنروا بواحد فاصل خمسة مليون دولار واليوم بتسعة ألاف ومائتين وخمسين سلة غذائية لأبناء شعبنا مسجرين على لوائح الوكالة الدولية نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه لعانات الوسيطة مساعدة لشهر رمضان ونحن مقبلين على هذا الشهر الفضيل ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالتعاون مع سعادة السفير الفلسطيني بتقدم كل البرامج المشتركة وهناك إن شاء الله العديد من البرامج القادمة المملكة دائما بجانب إخوتنا الفلسطينيين هذه رسالتنا الأساسية ونحن لن نتخلى عن هذا الدور ونؤكد للمجتمع الدولي أن المملكة العربية السعودية دائما سباقة في دعم إخوتها الفلسطينيين أينما كانوا وتأخذ مساعدات المملكة المتواصلة منحا إنسانيا يكرس موقفا واضحا لدعم قضية فلسطين وشعبها في كافة الميادين تقدم إلى جلالة خادم الحرمين الشريفين وإلى الشعب وحكومة المملكة وسعاد السفير الحبيب الأخ الصديق الذين لم يبخلوا يوما على القضية الفلسطينية تأتي هذه المساعدة من ضمن جملة مساعدات أيضا تتعلق في الصحة وفي كافة المجالات إدراكا من دور المملكة في دعم قضية الشعب الفلسطيني في كافة المحافلة الدولية أيضا نحن ندرك المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وحجم الضغوط التي تمارس على قيادة فلسطينية ولكن نحن نعلم جيدا بأن أمتنا العربية هي الضهير القوي المساند للقضية الفلسطينية ولن تقبل أمتنا العربية ما لا يقبله الشعب الفلسطيني والمساعدات تولت توزيعها وكالة الإنروا في منطقة بيروت هذا ويوزع العدد نفسه على اللبنانيين والسوريين المقيمين في لبنان إخواننا في المملكة لم يبخلوا علينا ولا يوم وهذا بطبيع الحال تأكيد دور المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني ودعم الأنروا أهلا وسهلا فينا وكل عام أنتم بخير ورمضان كديم إلى ذلك تشكل هذه المساعدات في مار التعاون والتنسيق الدبلوماسي لفلسطين في لبنان مع نظرائها العرب والأشانب هو تشريد لدعم حق العودة لشعبنا وتعزيز لمقومات صمودهم وهو أيضا دعم لوكالة الإنروا في ظل الحسارين الأمريكي والإسرائيلي لها وإلى شأن العربي والدولي حيث اختشد ألاف المحتاجين في العاصمة الجزائرية بعد صلاة الجمعة مطالبين برحيل النقبة الحاكمة بعد شهر من استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودع المحتاجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة تسعين يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من تموز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تناحيه ألغات الكنائس الكاثوليكية في العاصمة السلنكية كولومبو قدس يوم الأحد للأسبوع الثاني على التوالي مشيرة إلى أن أجهزة مخابرات أجنبية حذرت من مخاطر قد يتعرض لها المصلونة في عقاب التفجيرات الدامية التي شهدتها احتفالات عيد القيامة وقالت قوات الأمن السلنكية أنها ما زالت على درجة عالية من التأهب في الوقت الذي أشارت فيه تقارير استخباراتية إلى أن المتشددين قد يشنون هجمات قبل شهر رمضان قالت منظمة الصحة العالمية أنها تخشى من استمرار التفشي الشديد لفيروس الأيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الوباء المستمر منذ تسعة أشهر تسعمائة وأربعة وتسعين ومن المتوقع أن يتجاوز الألف خلال ساعات وقال المدير تنفيذي لبرنامج الطوارئ أن الحوادث الأمنية ما زالت تعطل مواجهة التفشي بما في ذلك مخطط لهجوم على منشأة تسبب في إبطاء وطيرة تطعيم وفحص لنحو 12 ألف شخص ربما تعرضوا للفيروس اشتهى إعصار المناطق الساحلية من شرق الهند واقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء كما وألحق أدرارا هائلة ببلدة بوري السياحية ولكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية بعد إجلاء مليون شخص قبل وصول الإعصار ووصلت سرعة الرياح إلى 200 كم في الساعة وعاقت الأمطار الغزيرة الرؤية بينما خلت الشوارع من المرة وعودة إلى شأن المحلي في نابلس أطلق كوادر من حركة فتح ونشطاء حملة تطوعية تهدف إلى الاهتمام بالبلدة القديمة وتنظيف أحيائها المزيد من التفاصيل وتقرير بكر عبدالحق لسنوات خلت غابت هذه الصورة قصرا عن أزقة وأحياء البلدة القديمة وسط نابلس ليعود مشهد الاهتمام والعناية بكنز نابلس الأثري لكن هذه المرة من بوابة التطوع والمبادرات الشبابية كوادر ونشطاء من حركة فتح بالبلدة القديمة ومؤسسات المدينة تداعوا في عمل تطوعي لتنظيف أحياء البلدة ضمن حملة أرسو أسسها مؤخرا للنهوض بالبلدة القديمة والارتقاء بها وإعادتها كمنطقة جاذبة للسياحة والاقتصاد من جديد داع البلدة القديمة عاشت سنين طويلة تحت الحصار تحت الضرب تحت الضمار دمر فيها الحجر والبشر والشجر البلدة القديمة اليوم بتستعيد قوتها ترد بتطلع من أول وجديد لتحافظ على كينونته ومكانته الحملات هاي الشبابية هي تحدي بالاحتلال لأنه احنا ما زلنا فينا النفس لهاي البلد إحنا لما بلشنا بهاي الحملة البلدة القديمة تجمعنا يعني من باب أنه المحافظة على التراث الفلسطيني وعلى عراقة هاي البلد وإحنا إن شاء الله يعني بهاي الحملة يعني هدفنا أنه نجلب الزوار لداخل البلدة القديمة ويكون البلدة القديمة منتعشة اقتصاديا لأنه مرت بظروف صعبة كتير بشكل لافت تنشط المبادرات وتطوعية في الأوينة الأخيرة بالبلدة القديمة بعد معاناتها لسنوات طويلة من بطش الاحتلال وهي مقدمة لنشاط مستدام سيستمر لأشهر وربما سنوات العديد هي المبادرات التي بدأت في البلدة القديمة تداء من الأمس عندما أنيرت عدد من حارات البلدة القديمة والعمل مستمر استعدادا لشهر رمضان اليوم هذه الروح التي نراها بين الشباب والشابات بين الأطفال لتنظيف البلد الأديمة لغز روح حب عمل التطوع هي بالتأكيد رسالة أن هذه البلدة التحفة المعمارية الحضارية التاريخية تحتاج للمزيد من الجهود نحن إن شاء الله لدينا عدة أنشطة مش بس هذا النشاط لدينا عدة أنشطة ستكون خلال شهر رمضان هاي الحملة ليس حملة يوم هاي الحملة ستظل مستمر بها إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك في النصف الأول من شهر رمضان المبارك ستكون هناك حفلة نازل للأطفال وفي حفلة دينية وراح يكون آخر شيء حفلة لجميع أصحاب المحلات بلدة نابلس القديمة اللوحة التي تنصهر فيها حقب وحضارات تاريخية متعددة منذ تأسيسها على يد الرومان حتى العهد الإسلامي يسعى أبناؤها لوضعها على سنة أولويات أصحاب القرار ونفض غبار الإهمال عنها علها تستعيد من جديد مكانتها المميزة كواحدة من أقدم مدن العالم عودة المبادرات الشبابية والتطوعية في البلدة القديمة تبشر البدء تعافيها من ويلات سنين طويلة من الحصار والعدوان الاحتلالي لكن هذه المبادرات تبقى بحاجة الاهتمام الرسمي مستدام كي يتحقق الهدف الأسمى لها وهو عودة كنز نابلس إلى مكانتها الاقتصادية والسياحية بكر عبدالحق تلفزيون فلسطين نابلس ومع هذا التقرير نصل إلى نهاية هذه النشرة والآن نذكر بأبرز العنوين أربعة شهداء في اعتداء الاحتلال على المسيرات السلمية في قطاع غزة مسلسل طويل من العنصرية تجسدها تصريحات حاخامات تل أبي في اليوم العالمي لحريتهم الاحتلال ما يزال يمارس أقصى الانتهاكات بحق السحفية شكرا لكم على المتابعة دائما وأبدا اشتركوا في القناة